من مدينة دبي للأعلام ومن أمام مبنى الام بي سي قيوف على مسؤولية من صحف الآلمية الضفارة نجماء العمري من الامرات العربية المتحدة الصحفي ضاعي شهيد من السودان الصحفي طفار غالد البيجاني ومن الأردن الصحفي غير منصور والآن مع حامل المسؤولية الفنان فريد لحام شكرا 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 كيستا ميالبي كمان وكمان هالحلقة من برنامج على مسؤوليتي من أقدم لكم إياها من أمام مقر الام بي سي في مدينة دبي للأعلام الام بي سي نقلت مقر الرئيسي من لندن إلى دبي لكن لسه الموظفين جوا معكم معنا بالانجليزي لما وصلت على مطار دبي ركد حمال هندي حمالي الشنطة وحطها على العربية ومش يجنب مني وما في إلا إلا كل شوي ويلكام سير ويلكام سير بعد شوي قال لي ويلكام سير مستل لها من دبي تلو 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 شوي قال لي مستل لها ويلكام من دبي أنا كتير مبسط فعلا يعني إنه هندي يعرفني بتعرف الفنام باعم يدور على حدا يعرفه يعني يسلم عليه وكتير فرح تشوفت حالي هيك قلتلو دخلك يظهر أفلامي عم تشوفوها بن نيو دلهي قال لي ناشاك تلو طيب بحضرتك لكان شايف لي أفلامهم بدبي قال لي ناشاك تلو لكان كيف عرفتني قال لي أريد اسمك عشا أنت من أخبارنا أنه في أول زيارة لمسؤول صيني إلى الجامعة العربية قام رئيس وزراء الصين بلقاء الأمين العام للجامعة العربية في مقر الجامعة بالقاهرة تعرفوا البضايع الصينية والقرارات العربية في كتير تشابه بيناتهم أنه اتنين غزارة تنتاجوا وقلت مفعول لشعورهم لشعورهم بالقرف كونهم يسكنوا بنفس مبنى السفارة الإسرائيلية بشارع محمد الدرة بالقاهرة واللي تصاعد هذا القرف بعد المجازل الإسرائيلية قرر عدد من سكان المبنى عرض شقق للبيع أنا برأيه ما يبيعوا يستنوا شوي لأنه لأنه قرف الشعب المصري من إسرائيل حيخليهم يوم من الأيام يأروا على ببنى السفارة أنه انتقلت السفارة الإسرائيلية في القاهرة إلى مقرها الجديد في تل أبيب أنهت أنهت مجزرة جنين جدلا استمر خمسة أشهر بين مواطن فلسطيني وزوجته العامل حول تسمي الطفلهما عند ولادته فاتفق الزوجان على إطلاق اسم جنين على الطفلة التي ولدت أثناء المجزرة وعلى كل حال فيه كمان بلد عربي أطلق اسم جنين على أحد شوارع المدينة تخليدا لذكرى شهداء جنين بس يترى في شوارع بالعالم العربي تكفي للمجازر القادمة إذا استمر الحال على هذا المنوال نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن شاهد عيان فرنسي محاصر مع الرئيس عرفات في مقره أن الجنود الإسرائيليين اللي محاصرين المقر عم يتسلوا حالهم بطحن السيارات الفلسطينية الموجودة أمام المقر والمرور فوقه بدباباتهم في صرح كمان ناطق مسؤول عسكري بالجيس الإسرائيلي أنه هذا الخبر كذب ما ممكن يكون في شاهد عيان شافنا لأنه أي شاهد عيان عم نحوله لمية عيان أظهرت أخر الإحصائيات الإعلامية أن إسبانيا هي ثاني بلد أوروبي من حيث عدد صحفها اليومية لكنها تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث عدد قراء الصحف أخذوا لنا مرتبتنا معناتها على كل إن على كل إن ما في فرق كتير نحن أسبانيا مكان اسمه الأندلس بزمانه ما أخذوا العادي منا معناتها والآن إذا استمر الحال على هذا المنوال من حيث الأفعال والأقوال في ميادين العلم والسياسة والنضال عشرة عنوين وأقوال ستقرأها في عام 2030 في أكثر من جورنال عاشراً انعقاد مؤتمر القمة الخمسين بغياب 44 زعيم عربي تاسعاً إسرائيل ترفض الانسحاب من المشرق العربي إلا بعد ضمان أمن مستوطناتها في المغرب العربي ثامناً زعيم عربي يطلق صواريخ نووية في الفضاء احتفالاً بزفاف نجله البكر السابعاً سابعاً مبادرة إسرائيلية لحل الخلاف الحدودي بين قرية كفر فؤر وقرية تل المعزي سادساً طرد ثلاثة آلاف خادمة عربية من سريلنك ثامساً إلقاء القبض على عربي مبتسم ومصدر أمني يؤكد أن الابتسامة مدفوعة من جهات خارجية رابعاً رابعاً صدور قرار مجلس الأمنة رقم 4544 الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب حتى حدود 2005 ثالثاً في إحصاء لمعهد قلب نتيجة الإحصاء تقول أنه ما زال أبناء المسؤولين العرب هم الأكثر ذكاء بين أقرانهم ثانياً نجاح أول عملية لزرع عينين في مؤخرة الرأس لأنصر بالمقابرات أما أما العنوان الأول الذي إذا استمر الحال على هذا المنوال من حيث الأفعال والأقوال فسنقرأه بالجرنال عام 2030 فهو مسؤول عربي كبير يصرح علينا التحرك قبل فوات الأوان شكراً من مصر أستاذة الإعلام في جامعة القاهرة الإعلامية الدكتورة نجلا العمري كاتب وشاعر وسياسي من أشهر أعمدته بالصحف العربية شاهد نفي وأفق آخر من مؤلفاته صبي الأسرار وأبواب ومرايا من الأردن الصحفي في جريدة الدستور الأستاذ خيري منصور الشأن العام الشأن العام هو الهاجس الذي يعمل من أجله من السودان رئيس تحرير جريدة الصحافة الدولية الدكتور خالد أتجان شاعر وكاتب ومهتم بالشأن العام عضو اتحاد كتاب الإمارات والعرب من الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس تحرير جريدة البيان الأستاذ راعي شهين أهلا وسهلا فيكم شرفتونا نورتونا ورجعين شكرا الحقيقة من أسابيع الشارع العربي عم يتحرك بفعالية وإخلاص منقطع المضير شو اللي دفعوا يتحرك فجأة رغم أنه الانتفاضة صر لأكتر من سنة ونص يعني فجأة مش عارفة الحقيقة بس يمكن وأنا بتصور أنت داع عامل مهمة جدا في اللي بيحصل دلوقتي الصورة في التلفزيون الصورة كل يوم مش ممكن أي حد ممكن يبقى قاعد سلبي قدام كل يوم بيشو صور الجرح أو قتلى وأطفال وأمهات وتدمير وربما يعني تصرفات حالتها كانت سيدتي صور مشابهة يعني من سنة ونص وأكتر من بداية الانتفاضة في صور مشابهة وإذا استرجعنا محمد الدرة وإيمان حج وغيرهم ومشاهد الذبح كانت هالصور فشو اللي فجأة هو الاحتقان لأ احتقان الشارع يعني متل تنجرة البخار إنه بتتحمل تحمل بعدين ده صحيح ده صحيح مع كثافة الأحداث الأخيرة وتواطر هذه الصورة بصرعة جديدة جدا ما بقى في حد قد يستحمل خرج الناس بيعبروا عن رأيه وخصوصا فيه غياب ربما زي ما هم شايفين سياسة ما بتعبرش بشكل ما على اللي هم عايزينه فأتصور إنه ده مبرر وإن كنت لسه برضو بقول فجأة بين كثين لأن أنا بتهيالي مع بداية الانتفاضة ومن أول الانتفاضة كان فيه كان فيه بس ما كناش يمكن بنتابعه ما كناش شايفينه ما كانش بنفس الكسافة ما كانش بنفس الدرجة وزي ما احنا عارفين بنعيش في عصر الصورة اللي ما بنشوفوش على التلفزيون غير موجود حتى لو كان موجود في الواقع نعم فده تهيئ لي تفسير بسيط للي بيحصل شوية يعني أنا أوافق الدكتورة الحقيقة إن الانتفاضة المتلفزة اداحت للناس أن ترى كل شيء بأم عنيها مباشرة هو صحيح يعني التصوير التلفزيوني لم ينشأ في الأسابيع الأخيرة مع الاشتياح الأخير كان موجود زي ما تفضل أستاذ دوريد مع الشهيد محمد الدرة وانتفاضة مع قبل عام وأكثر ولكن التصعيد كان كبير وكانت أيضا البطولة في التصوير يعني كان المصور والمراسل كأنه طرف في المعركة وتعرض عدد من ال بغطو الانتفاضة في الاشتياح الأخير إلى السجن واستشهاد وتنكيل وتكسير كاميرات إلى أخوة يعني إحنا في مذابح من 48 زي ما تنطورة وما تلاها في دير ياسيين وقبيا وكفر قاسم كانش في تليفزيون وكان في تصوير محدود جدا بالأسود والأبيض فبالتالي كانت مشاركة الناس وجدانية وما كانش أيضا في تصوير للشارع يعني لا تصوير للانتفاضة ولا تصوير يعني هل هل الشارع كان يعني بده يعبره هو في قوى أو في عم تلجمه أو بقدرون يعني بصراحة حكومات ما عم تسمح له وهل سمحت له الحكومات مثلا هي لم تسمح له على الإطلاق إنما حاولت أن تصادر السماح له يعني بمعنى يعني الحكومات إذا أردنا نتحدث بصراحة شافت الشارع يغلي وشافت إن لجم الشارع لم يعد ممكن فلجأت إلى الطريقة التقليدية إنه هي تتولى أمر هذا الشارع وتزايد على الشارع برسمنات الشارع بتعليم المظاهرات اللي في الشارع بتقديم يعني يعني هو رسيل حاولتنا لكونسير ولا هي 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 أنا بالإضافة إلى الإخوان اللي طرحو الصورة بالفعل الصورة تلعب دور كبير بالنسبة لتأجيج أصلا المشاهد لأن المشاهد زمان كان كان الإعلام مخي بس الصورة كانت حاضرة يعني دايما على بداية انتفاضة حتى يلي فجر انتفاضة مسألة تدنيس شارعون للمسجد الأقصى حاضرة الصورة ولم ولم نتحرك فشو لسبب تحرك البجائية الصورة كانت حاضرة بس الخطاب الإعلامي اختلف الآن الخطاب الإعلامي اختلف صارت تعددية حتى بالنسبة للمحطات الفضائية صارت في محطات فضائية مفتوحة في عوالم أخرى يعني موجود فضائيات في لندن موجود فضائيات في اسبانيا موجود فضائيات في إيطاليا فضائيات فضائيات فلذلك فلذلك يعني أي إنسان عربي حس في داخل نفسه أنه يصيب بإهانة شخصية صحيح عن القضية الفلسطينية كلهم يعرفوها ويدافوا عنها ولكن لأول مرة أي إنسان يحش أنه صحيحة تلفزيون ساعد ولكن القضية نفسها هذه البجاحة التي تعمل بها شارون وهذا التقطيل وهذا العنف وهذا وهذا حقيقة حتى الأطفال الصغارة الآن هم أحسوا أنهم مواجهين بهذه الآلة فلذلك نفكر أنه خروج الشارع العربي كان هو بهذا الإحساس أنه أي إنسان حس أنه هو مستهدف ومخصوص شخصيا في إطار الجضية الكبيرة الجضية الفلسطينية فلذلك نفكر أنه شارون بهذه البجاحة ما له إلاد ولكن أي إنسان في قلبه ذرة من عروبة حس أنه مشتهدف شخصيا بهذا فلذلك أبصد أضعف الإيمان هو أنه الناس يخرجوا للشارع يعبروا بصورة من الصور عن تضامنهم مع الفلسطينيين في هذه المحنة الكبيرة طيب هل يترى يعني الإعلام برأيكم هو اللي يشحن الشارع أو عمي يستنى الشارع العربي ليشحنوا الإعلام ما بتكفي خبرية ولو بالإذاعة مثل ما سمعنا مثلا في كتير إشياء مرت وكأنها مرور الكرام مثل لما فات صهيوني على المسجد الأقصى وقتل مجموعة من المصلين كمان لم نتحرك مش بس كده يعني لو قررنا حد ستين مشابهتين صبرة وشتيلة نعم مين تحرك في الشارع محدش لأن السور كانتش موجودة ولبناء قصف وقصفت بونيتو التحتي التحتي أكتر من مرة وحتل جنوب ولم تقم فشو السبب يعني هل الحكومات كانت تقمع هذه الأمور وهل سمحت فيها على أساس مطالع بيدها شي مثلا أنا متهيالي حتى الحكومات فأزمة لأنه الأعلام الحكومي ما كانش قادر يتخلف عن نبض الشارع كان لازم هو كمان يواكب ما يسمى نبض الشارع كده بين قصين ويبق هو كمان في شح وتغيير الخطاب الأعلام الرسمي لكن اللي حصل أنه شحن الشارع كمان زيادة وخرجوا في الشارع وكان رد فالحكومات العربية في أكتر من دولة قمع هذه المظاهرات فهو الحقيقة أنه الحكومات حولت تستأثر بحركة الشارع ووقعت في مطب أتصور أنها مازالت وقع فيه دولة العربية ودولة العربية كلها أعلام الحكومي رسمي في مواكبة هذه المشاعر الجياشة وشحن الشارع طب وبعدين إلى أين تذهب هذه المظاهرات هي مش قادرة توصل للسفارات الإسرائيلية مش قادرة توصل للبرلمانات مش قادرة توصل لأماكن الحكم طب ماذا نفعل بها نقمحها ونرجحها تاني ولا نسيبها مفتوحة فتصور نتيح على ما تستفهام كل الصعب نجاوز عليه نتيجة عدم قدرتها على فعل شيء ما يعني غطت التخصير الرسمي بالفعل الشعبي وشاركته تريد أن أشوف مسؤولين كبار مع المظاهرات يعني وكانوا عابقلولنا أنه هاي نحن معكم لا تطلبونا بشيء ما نحن عم نطالب مثلكم ده حدث في مجموعة الدول البعيدة عن خط المواجهة مش في الدول اللي يهليها خط مواجهة مباشر مع القضية الفلسطينية الحدود الجغرافية حصل في البعيد لا لا حصل بالقريب بالقريب كبير بالقريب كبير لا 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 حصل بالقريب وكانه يعني يعني عم تطلب الحكومات سك براءة من الشعوب أنه هيا أنا مش هادرين نعمل شيء وهيا أنا طالعين معكم بالشوارع نحتاج والله هو خلينا ننقر بحقيقة أن الشارع العربي عنده احتقانات كثيرة غير الانتفاض الفلسطينية هو شارع محروم من الحق السياسي يعيش بطالة سياسية شبه كاملة من زمن طويل وله ليلى التي يغني عليها أيضا نعم قدمت الانتفاضة في أكثر من مرة مجال لما يخشاه النظام العربي وهو أن يجد العربي انتفاضه المرادفي لانتفاضة الفلسطينية لكن لأسباب مغايرة أيضا الحقيقة الحقيقة أنه الخشية من تمدد الانتفاضة عربيا لم يوازيها في رأيي إلا خشية إسرائيل من تمددها باتجاه منطقة 48 حيث اللغم الديموغرافي اللي هو المليون فلسطين اللي بغير يشوف وأحيانا يعني يوشك الواحد اللي ربما يذهب بعيدا في التخيل إذا قال إنه في لحظة ما قد تجمع النظام السياسي العربي الرسمي والدولة العبرية على مشترك في هجس أمني وهو الخشية من هذا التمدد المزدوج حتى تبقى الانتفاضة داخل الجراب الجغرافي لها في الضفة الغربية وقطاع غزة لأن إذا خرجت إلى الوطن العربي فستشعل حرائق كثيرة والوطن العربي محتل يعني من قال أن لما أسمع الأراضي العربية المحتلة ويقال عن بضعة مئات أو كذا من الأميال لا الوطن العربي موزع على ثلاث درجات من الاحتلال هل تقصد أنه مثلا أنه شارون لم يحاصر عرفات إنما حاصرت أيضا كل الأنظمة العربية ولم تعد قادرة على فعل شيء ما سوى اشتجداءات الضغط لم يكن شارون بحاجة ليحاصر عرفات رمزيا حتى يحاصر النظام السياسي العربي شارون حاصر النظام السياسي العربي قبل 20 عام بالتمام والكمال نعم الفارق الوحيد وبالمناسبة فعلا التاريخ بتكرر زي ما بقوله يعني إما بالترجيدي أو بالكوميدي إحنا هالمرة تكرر بالاتنين بالترجيدي والكوميدي مع بعض شارون المشتاح هو نفسه ياسا عرفات هو نفسه قائد الشعب الفلسطيني الفلسطينيين والمخيمات هي ذاتها سوى أن كانت في صبر أو في جينين يعني عناصر الدراما هي ذاتها ما تغير سوى عنصر واحد وهو خطير في الخندق الأخير في الشارع الأخير وعلى الحائط الأخير حيث ما في حل إما أن يستشهد أو يبقى بتتصور لو كان القتال أو الحرب اللي عم يخدوه الفلسطينيين بقوة وبسالة رغم عدم تكافؤ القوى لو اعتمدوا على على الفعل العربي كانوا قدروا قاموا بهذا الموضوع لو تحولت المعركة بدأ الفلسطينية إسرائيلية عربية إسرائيلية على الأرض هي أستاذ دوليد في الأصل عربية إسرائيلية والفلسطينيون جزء من طاقتهم التي يقاومون بها إحساسهم بأنهم ليسوا وحدهم لا أسلو نجح في ذلك ولا أي معاهدة سلمية بين العرب وإسرائيل نجحت لأن فلسطين القضية الفلسطينية بقيت في إطارها العربي وفي إطارها الإسلامي ولهذا إحنا لما شفنا الناس ألم يستشهد عرب في عقر وطنهم في الانتفاضة يعني أنا أستغرب الآن كيف نصنف الشهداء المظاهرات العربية اللي سشهدوا في عواصفهم كيف نصنفهم شهداء انتفاضة إذا سمناهم شهداء انتفاضة فأيضا عواصفهم محتلة أيضا نعم أستمعكم عذرا لاستراحة لبعض الوقت وراجعي باعتبار باعتبار الشارع العربي استفز الاحتقان تبعه الطويل المدى هذه الصور الوحشية لنفترض أنه توقفت إلى حين هذه المجازر هل يعود الشارع العربي المفروض إلى بيته ولا المفروض يبقى حي لأن الحرب مع الصيونية مش طويلة المدى ترجعي أنا أتذكر أنه الآن فرصة تاريخية لإعادة تعريف الأمور نفسها الآن حصل خلط في المفاهيم نفسها الآن عندما يتحدث عن أراضي المحتلة وعن أراضي الثانية وقبعين خلاص بحد سعادة يذكرها كل الحديث الآن شارعه مش موافق يعطيها فهذه فرصة أعتقد أن الناس التخلي عن القضية نفسها في مغزاها الكبير وفي حقيقتها والتشبس فقط بمجرد عروض لحلول حتى الآن ثبت أنها فشلت فشلت زريع في أنها تتحقق فلذلك هذه فرصة يعاد تعريف القضية من جديد وواضح جدا أن كل العروض التي تقدم هي مرفوضة إسرائيليا الشيء الآخر يعني حاجة محتاج لتحريك من يحرك لن يكون في قيادة إذا ما في قيادة رسمية لن يكون في نخب عندها الوعي بأنها هي بتغوض الشارع باتجاه يعني الحفاظ على القضية حياء في وجدان الناس وإذن كيفية تحويل هذا هذا الشعارات إلى فعل حقيقي يعني يغير الموازين الراهنة فهي معركة بتاعة إرادة قبل أنها تكون معركة الآن بتاعة سلح أين إرادتنا نحن فإذا ما عدنا إلى الإرادة حقيقة وعرضنا هذه الجضية منع كيف يمكن أن يبقى الشارع العربي حيا ومستنفرا يعني باعتبار المعركة طويلة الأمد أو الحرب بالأحرى مع الصهيونية طويلة الأمد ولن تنتهي يبدو كيف يمكن ولا في غياب الأحزاب مثلا أو منظمات المجتمع المدني لا يمكن إلا متثيرنا مجددا صورة بتهز مشاعرنا من الداخل المقلق أنه إذا كان الشارع العربي بحاجة باستمرار لهذه الكمية من الدم حتى يتحرك فمشكلة كبيرة معنى ذلك أنه ما عندوش هو تعامل مع التاريخ ولا تعامل مع الأفكار فكيف يمكن إبقاءه حيا وكيف يمكن الاستفادة من طاقته بالدخوض المعركة المدنية أولا وقبل أي شيء هذا مجتمع لم يخذ بعد معركته المدنية مع نظامه السياسي نعم يعامل إلى الآن كقطيع يعامل بمفهوم الرعية نعم وأنا إذا شئت الحقيقة بس خفت من الزلق إلى إلى صورة كوبيدية أن الشارع العربي يعني أول ما لسمعت حضرتك الشارع العربي إجا في بالي أنه الشارع العربي شارع صار في ترافيك لايت صار في نقابات عاملتها الدول والسلسات رسمية صار في كباري صار في أزمة مرور وصار في محلات تجارية ومول كبير وكذا وإلاك فاعتقدوا هما أن الشارع دجل بهذه الطريقة بسهما في بناء حقيقي للإنسان يعني من إطلاقا لأنه الشارع العربي غير بعد الثمانية واربعين يعني إحنا الآن نعيش تجربة الثمانية واربعين بصراحة بشكل آخر ولما شارعون بيقول أو ليكود الإسرائيلي بيقول أنه إحنا نخوض النصف الآقب من معركة الثمانية واربعين هو محق شرط أن نعكس الآية يعني هو محق شرط أن نعكس هذه البقولة إحنا اللي منعيش الثمانية واربعين مرة تانية مشروع الترانسفير الكبير نفسه مشروع الزرح نفسه والترهيب نفسه أيضا لكن كان شارع الخمسينات اللي طلع منه التذيير للنظام السياسي العربي كان شارع بسيط وفقير كان حتى ترفيك لايك ما فيه فيش هايووي ولا في سلو الماركت كان فيه أحزاب كان فيه أحزاب كان فيه ناس كان فيه أحزاب وقوة وتجمعات كان فيه حركة سياسية كمان وكان فيه وعي كان فيه إنسان لأنه عارض أن المجتمع المدني والأحزاب السياسية المتنوعة يعني هي اللي بتقود حركة الشارع وهي ما موجودة هلأ صفية يعني مسألة حركة الشارع يا عفوية نتيجة القهر الزايد أو مدارة بإرادات حكومية مثلا طيب هل كيف ممكن نحنا نهد رؤية على المدى الطويل لإدارة الصراع مع العدو ولا رؤيانا ستبقى آنية تفرزها المستجدات الآنية يعني خليني أرجع من الصورة اللي هو ذكرها أنه الشارع اللي بقى كله كباري ومولز وإحنا لقينا السيد اللي بتروح تشتري بتقديت كل وقتها في المولز هي أول واحدة بتلتزم بالمقاطعة دلوقتي للبضائع الأمريكية والبيوت غير المسيسة اللي عليها الإنترنت عليها دعوة لمقاطعة بضائع كشكل من أشكال الإسهام فأنا متظهر اللي حصل الأحداث الأخيرة دي كلها خلقة وعي مختلف ربما مش بنفس الدرجة 48-67 مش مسيس لكن على الأقل طرحت القضية مرة تانية عند كل بيت عربي وفي كل عند كل أسرة وعند كل فرد عربي بما في ذلك اللي بتعضو تماما عن السياسة فما كان قبل وما كان بعد يعني نحن دلوقتي فسعلا في نقطة حاسمة المجتمع المدني مش بس أحساب السياسي يعني أتصور فيه دور مهم جدا لجمعيات حقوق الإنسان وفي أكتر من جماعيات حقوق الإنسان تبقى تجادة في بعض يعني عناصر الصراع مسألة المطالبة بمحاكمة بعض القيادات السياسية في إسرائيل بطهمة جرائم الحرب في مجموعة كبيرة من الجماعيات جماعيات حقوق الإنسان العربية بتعمل على ده دي زهرة جديدة وأتصور فعلا أنه الدور الأهم مش هتلعبه الأحزاب السياسي النخب السياسية كلها نحن نسا كنا قبل التسجيل بنتكلم عن حالة السودان حالة السودان غير زي حالة دول عربية كتير النخب السياسية مأزومة الدور هتلعبه منظمات المجتمع المدني وتحديدا حول الإنسان حول الإنسان نقطة مهمة جدا للشارع العربي والشارع الأوروبي اللي يمكن نتكلم عنه هل تعتبره يعني ضعف مثلا أو ضعف موقفنا العربي العام بأنه الإنسان العربي والمواطن العربي بحس حاله أنه محيد عن القرار اللي بيهم وطنه وأنه فيه دوما من يقرر بالنيابه عنه بدون ما يكونوا في صورة هذه المسألة أستاذ ضاعي أستاذ بالتأكيد دائما المثقف العربي والإنسان العربي من زمان المثقف عزل نفسه في صومعته في ما شارك بفاعله مثل ما قالوا الأخوان لو كان في المجتمع المدني في جماعة الضغط تسمى جماعة الضغط جماعة الضغط هي اللي تقدر أول شيء تأثر في القرار في أوروبا في أمريكا جماعة الضغط الواحد لما يخاطب يخاطب الجامعات يخاطب النخب السياسي يعني النخب السياسي المجتمعات المفتوحة في الوطن العربي هذه مغيبة تماما القرار يتخذ بالنيابة وهذه إشكالية أعتقد أنا إذا ما صار يعني إعادة لكل المعطيات الموجودة أمامنا خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر ولا إحنا بنتم في غيبوبتنا وبنتم الفورة اللي صابت الشارع العربي بترجع وبتنم من جديد طيب هل ممكن يعني يعني الاستفادة من زخم الشارع العربي لإحداث وعي آخر باتجاه مشاركة المواطن في في قرارات بلده أو يعني ما يعود يعتبر حاله أنه على الحياد أو محيد أو مغيب عن أي شي هل ممكن هذا الشي ولا غير ممكن أنا بتذكر في مرة بأحد العروب العربية الإسرائيلية آآ قالوا لي بس بتهيالي صح الكلام أنه في جندي جم جندي عرب طبعا في مواجهة العدو الإسرائيلي دمعت عيونه نتيجة الإحساس الآن القادم بالهزيمة وقال له ويبدو أنه نحنا جينا للمكان الغلط لازم حربنا تبدأ من الداخل هل صعيح هذا الكلام يعبر عن الشي يعني حتى على الأقل حتى ما نقول أنه الداخل بدل الخارج كان يجب أن تكون معركة مزدوجة حرب مزدوجة نعم على صعيد الداخل لمحاربة التخلف لمحاربة الإقطاع السياسي اللي موجود في المنطقة الأبوية والوصاية الفضيعة اللي بتحول الناس إلى مجرد نصاب ديموغرافي أعمى يعني لا حول له ولا قوة كان يجب أن تتم هذا المعركة في هذا البعد لكن البعد الآخر أيضا بده يحد من استيطان كان بتنامى يوميا تسليح بعمله العدو يوميا استراتيجية عنده متطورة يوميا يعني هو الخشية أستاذ دوريد الحقيقة اللي نخشاه على الإثنين النظام السياسي العربي على الرغم مش ميال أنا للعزل الكامل بينهما النظام والشارع لأن النظام مش مش من المجرات ولا كوكب بعيد النظام مجموعة بشر ذو مصالح منا من جراننا من أقاربنا من الموظف من الوزير من الجنرال إلى آخره يعني هو احنا بنحكي الآن بثنائية النظام والشارع كأنه الاثنين بعالمين مختلفين وما بينهم أي اتصال أنا بقول أنه الاتصال قائم والتداخل مش التخارج هو اللي واقع الآن بين الشارع والنظام لكن مشكلة النظام أنه أعمى النظام بلا استراتيجية النظام يتعامل مع السياسة ومع الاقتصاد يوم بيوم ومرات والله من وجبي إلى وجبي نعم لو كان عنده الشارع عنده استراتيجية نعم ما في رؤية على المدى الطويل لإدارة الصلاح إنما يعني بتكون ردود فعل لمستجدات بانه نشعر اكثر بالخطر القادم اذا لم نتسلح لهذا الخطر بس اجا فترة يمكن اصبح المواطن العربي لا مبالي هل هذا بسبب الهاجس اليومي وبائقته اليومية من التفكير بخبزه باستهلاكه اليومي والتعبير على العقلية انا افتكر انه العقلية العربية كلها قد ونستغلتها من التاريخ نحن الان مطالبين نسحب هذه الاستقالة ونعيد تشكيل العقلية العربية نفسها لانه هذه الاحباطات قدت لانه الناس يعني ينزو يكونوا غير مبالي الان في اجيال كثيرة جدا اكثر من 60% في معظم الدول العربية وهما شباب ماهض تحت 30 عاما فهذا يجي لازم يأتي بمنضغه احنا اذا كان هذا اجيال القديمة فشلت فانه هي طعفة كيف سابده يجي بمنضور اذا مو مسمح له يجي بمنضور لا هو نفسه يعني في الخمسينيات لما جاء كان في قيادات عربية قدرت انها تغود صورة عربية كبيرة وقدرت انها تحرك الشارع الان هذا الجيل ايضا عنده هذا الحق انه هو يشكل مستقبله ما من حق هذا الجيل ان يعني يعني نعطي اجابات نهائية لا اشياء ما ما ايش حقتنا احنا فالاجيال القادمة هي من حقه اذا نحن الان عايزين عن انه والله نحقق ذاتنا فما مطلوب مننا انه احنا نقدم يعني تنازلات غير مطلوبة فلذلك انا افتكر انه يعني الشي الاخر ايضا مطلوب احنا يعني ما نلغي دائما بالله ما على الاخرين يعني نتحدث عن الشارعون نتحدث عن الغرب انه هو ظالم وانه هناك ازدواجه المعايير ولكن نحن دائما نزال اين نحن اين احنا حضارتنا اين تاريخنا اين النموذج احنا عايزين نقدمه طيب هلا من خلال الاستاذ الكريم اذا قلنا من 48 الى الان مر مجموعة من الهزائم بعضهم بيسميها نكسات بعضهم بيسميها انتصارات هل مرة واحدة تدورس السبب بالاسباب ولا كان يصير تعتيم على الاسباب باناشيد وطنية واستنفار عاطفي دي نقطة الاعلام مرة تانية الاعلام كيف يتعامل مع المواطن في الدول العربي الاعلام الحكومي الرسمي اللي هو حلقة الوصل ما بين النخب السياسية وبين الشارع اذا على طول بنفس الصيغة الابوية انه بيفكر للمواطن بدل ما يعلم المواطن انه يفكر ويدي له معلومات ده ما بيحصلش احنا الخطاب الاعلامي خطاب رسمي عاطفي بشكل اساسي ما بيديش المعلومات ولو ادى المعلومة بيديها معلومة جزء من المعلومة واحيانا غير صحيحة وعندنا تجارب كثيرا هل بالبي بي سي بتقدموا معلومة كاملة مثلا او هل انت حضرتك الراضية بتعتقدي انه البي بي سي بتخاطبنا بشفافية البي بي سي من ما بدأها انه لا رأي لها لا رأي وعشان كده يمكن البي بي سي بكل خدماتها ما فيهاش تعليق السياسي اختفي تماما الخدمة العربية على العكس اذا عدت الاوروبية الموجهة للمنطقة العربية هي اذا عم لا رأي لها وعندما تأتي بجانب لابد ان تأتي بالجانب الاخر لان احنا بنثق في قدرة المتلقي على انه يخرج بالرأي بنفسه بدون ما احنا نفكر لنفسه من ناحية وطنية راضية عن ادائها مثلا نحنا ممنونين اذا تعطي مجرد تعطي الصورة الحقيقية بدون رأيهم احنا بنكون ممنونين اتتور ان دي خطوة جيدة اتتور انها خطوة جيدة جدا ان احنا ندي المعلومة قدر الامكان بدون الميل الى طرف او الى اخر نحن نحظر بقاعدة كبيرة جدا في بلدن سودان لأنه يستمع إلى أخبار بلده وإلى أطراف كثيرة غير موجودة في الإعلام الدولة نعم عاكلين مثل ما قال الأستاذ هيري أنه نحن يعني دخلنا بموضوع آخر وعلى كل حال بدي أستميحكم عذرا بفترة قصيرة للاستراحة رجعين نسلموا عفوا أستاذ خيري كان إلك تعليق الحقيقة اللي تفضل فيه الأخ العزيز أن العقل العربي استقال من التاريخ لا للتصحيح العقل العربي أقيل من التاريخ ولم يستقل من التاريخ وهو الآن يعني يكابد كل المشاقات في منفاه لأنه اللي بيشتغلوا بالعقل العربي واللي أنت تفضلت الآن بالنسبة من درس 67 يعني منقدر نصد قائمة من اللي كتبوا عن 67 نقد ذاتي حقيقي لكن كتبهم لا تبنتها مؤسسة لا تبنتها يعلام وبعضهم أوقب يعني بقدر أقولك طلع في مصر على الأقل خمس كتاب نقدوا تجربة حزيران طلع بسوريا مش أقل من ثلاث أربع كتاب نقدوا الكتبوا بالنقد الذاتي يعني منهم صادق جلال العظم منهم نديم البطار في كل العالم العربي في كل العالم العربي لكن هذا المنجز منجز ما قيمته وإذا بقي مهمل وعلى الرفوف يبدو نحن بحاجة أكتر وأكتر ماسة لمسألة الشفافية بالتعامل بين النظام والناس يمكن إذا وصلنا للشفافية ممكن تصلح أمور كتير الحقيقة يعني المقلب الآخر مثل ما يقوله لمسألة الشارع العربي الشارع الأوروبي اللي أبدأ تعاطفاً ولو جزئياً أو بداية تعاطف مع القضايا العربية هل يترى هذا بسبب أنه ابتدى يشاهد المجازر ولا ابتدى يعي الحقيقة ولا اللوبي العربي إذا يفعل فعله أو العرب لأنه لسه ما صاروا لوبي بس العرب المتواجدين قدروا يكسبوا أصدقاء للقضية العربية يعني بالتأكيد خليط من كل ده يعني لو شفنا المظاهرات اللي خرجت في أوروبا ومظاهرات لأول مرة كانت عواصل مع أوروبية بتشوف مظاهرات بالحجم ده وقيلة في بعض العاصل الأوروبية من أيام الحرب العلبية التانية يعني خرجت تنادي يعني متعاطفة مع الفلسطينيين بأشارك المسطينيين كان فيها خليط ما سبب تعاطف أنا سؤالي ما سبب تعاطف هو الخليط اللي أنا أتكلم عنه كان فيها عرب وكان فيها أوروبيين كان فيها من هو ضد الحرب بشكل عام نعم ومن هو محقول إنسان ومن هو طيب مع المسلمين ومع الإسلام فلكل لكل زاويته اجتمعت المعادلات جميعا نعم وبرجع لموضوع الصورة الصورة التلفزيونية أن تنقل للمشاهد في كل مكان ما يحدث الآن تحديدا ودي مسئلة مهمة جدا لأنه ما بتستناش لغة بكرة أو لبعد أسبوع أو لبعد شهر الآن أنا بشوف إني بيحصل وبعيشه يوميا كإني بالضبط في مكان الحدث كل دا عنده قدرة على إثارة المشاعر والتعاطف وبدال الفهم هل تتصوروا أنه ممكن ضغط الشارع الأوروبي إذا ظل هيك أو إذا تنامى ممكن يأثر على قرار حكوماته أو عندهم مثل عندنا الحكومة بتقرر والشعب ما دخلوا لا شك سيؤثر أمامنا التجربة الفرنسية في الانتخابات كان من الواضح جدا أنه في قرار لدي أغلبية الفرنسيين على توجه الدولة ومسارها في الموقف اللي كلنا شاهدناه إحنا وفي خطر بدأت تقرع الأجراس بفانسا أنه بدأت ترجع إلى ما قبل الثورة الفرنسية مدام في أطروحة يمينية الآن بدأت تطرد المهاجرين وبدأت تعمل أسوار زي صور الصين لفرنسا هو أستاذ ريد الشارع الأوروبي أو الغربي بشكل عام غير متجانس غير متجانس نعم يعني المشكلة أنه تجد من يتظاهر فيه ضد العالمة من يتظاهر فيه إذا بدي أذهب بعيدا إلى حد الحقوق الجنسية الخاصة والشاذة نعم الغرب الليبرالي إلى حد مفتوح فيه الشارع لكل أشكال المظاهرات لكن في نقطة في أوروبا اللوب العربي أو ما لم يتشكل بعد من اللوب العربي مش قادر يعزف عليها وهي أن الأوروبيين تعبوا كثير من الابتزاز اليهودي الابتزاز الهولوكوستي تعبوا كثيرا من هذه القضية والآن بدأوا يتوازنوا نعم بدأوا يحس أنه فيه هولوكوست مضاد فيه محارق مضادة وبعضهم أطلق عليها أكتر من واحد يعني من الكتاب اللي أخذ جهازة نوبل واللي زاروا رام الله قبل الاشتياح بأيام أطلقوا على اللي ما يحدث في الضفة العربية بأنه شريت أنه معسكرات ما تصوروا أنه باعتبار في يعني استفاق خلينا نقول شوي الشارع الأوروبي لمصلحة العرب هذا بده يأوي الصدام أو المعركة مع الصهيونية في أوروبا بين العرب واليهود فرضا باعتبار مش معتدين اليهود أن يشوفوا حدا يقوم ضدهم في أي بلد ورأسا يقولوا معادلة السامية هلأ طلعت ناس تقوم ضدهم هذا ما بده يخليهم يستنفروا ويصعدوا معركتهم مع العرب ولو في أوروبا نعم بالنسبة للطرح هذا سيد ريد يعني لو تابعنا لأخبار قبل يوميا بنتكلم الشارع الأوروبي حركة الشارع الأوروبي أثرت على متخذ القرار الأمريكي نعم في الكونغرس الكونغرس رصد 242 مليون دولار على أساس أن يوجه قناة فضائية للشرق للشرق صحيح هذا بالنسبة لل اللوب اليهودي طبعا قرعوا الأجراس وحسوا بالخطر لو ما كان فيه تحرك أوروبي أو بالنسبة لل فيه مظاهرات وفيه تحرك أوروبي حقيقي ما كان حتى اليهود أو ما كان كوررس انتخذ القرار نعم نعم نتنبهوا للخطر ويقاتلوا بها مشان هذه المسألة مناتا بدأت تحتدم أكتر المعركة بين الصهيونية خليني يقول والعرب في أوروبا ويمكن في كل عالم لأنه مش معتادين حدا يقول لهم لا أنا أفتكر في سبب آخر يعني من إفرازات 11 سبتمبر أنه يعني الأمريكا بدأت يعني أكثر إفرادا بالعالم كله واللي حدث الآن في الفلسطين يعني أصغر كل المبرفة الموضوعية اللي ممكن يعني الولايات المتحدة يسربها في دعمها عن إسرائيل فلذلك أفتكر حتى الأوروبين وجدوا في هذه فرصة لتعبير يعني عن موضوعهم المعارض للسلوك الأمريكي في محاولة الهيمن الأحادية على العالم المفتغر إلى أي نوع من الموضوعية فبالتالي هذا سينسحب على موقفهم يعني متكامل ضد الصهيونية وضد الولايات المتحدة فهذا افتكرنا الآن أوروب هي تحاول الآن يعني بتاريخ العريض وبتاريخ العريقين هي تحاول يعني أن تجل نفسها لها مكان في العالم يعني وما تتحول إلى مجرد يعني أمريكا للدور الأوروبي أو تفردها بالقرار العالمي ساعدنا إلنا بهذه المسألة أنه يستنفر الإحساس القومي عند الأوروبيين أنه نحن موجودين يعني لماذا تجاوزنا يمكن كمان هذا ساعد ببروز دور الشارع الأوروبي بسبب الهيمن الأمريكي اللي ابتدوا يرفضوها متأيقلي ولا لا هو من أكتر من عشر سنوات في معركة تخوضها أوروبا ضد أمريكة أوروبا اللي هو تحت شعار العولمة نعم وهذه المعركة بالمناسبة يعني البارز منها خفيف سياسي لكن العميق أكاديمي على مستوى جامعات وعلى مستوى باحثين وعلى مستوى فلسفات وتصدوا الأوروبيين إلى فوكياما ونظرية النظام العالمي الجديد بشكل لمثيل له لكن إحنا لا تصننا الأشياء إلا متأخرة بالمناسبة يعني في لطن العربي لأنه إحنا مستغرقين في الأمريكا يعني ما منحسهاش يعني المبلول ما بخاف من شتوي يعني نعم يعني المبلول ما بخاف من شتوي يعني فأوروبا بتبحث الآن عن أي حد يساعدها يحالفها مشان أولا تتحرر من الابتزاز اليهودي المستمد على قصة المحارق النازية والشيء الثاني إنه أيضا بدها تتحسس هويتها الخاصة بعد أن زحفت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بس إن شاء الله ما نخيبهم لأنه إحنا خيبنا كل حلفانا بالمناسبة نعم يعني ما بقينا بددناهم كلهم حتى بيقولوا في غصة صغيرة يعني نشرت بصحافة عن قرية إنجليزية على فكرة بدون يفتحوا فيها مطعم أمريكي أهل القرية رابطوا فترة كذا يوم مدري قديش ومنعوهم من أنه يفتحوا هذا المطعم لأنه هذا بيأثر على ثقافتهم الإنجليزية حتى في موضوع الطعام يعني نعم حتى يعني هم نسمع هذا هلأ توني بلير بآخر تصريح له أنه أنا مو ذنب للسياسة الأمريكية نحن لنا موقفنا الخاص طبعا هو يبدو عم يدافع عن كونه ذنب بهذا الموضوع لا هو بد يعني هو من اللي اتحمسه للمشروع الطريق الثالث ومستشاره وهو أساس جامعي إنجليزي صاحب الكتاب الطريق الثالث يعني داعب أحلام العمال البريطانيين إنه ممكن يستردوا ولو شيء يسير من هيبة الإبراطورية القديمة نعم لكن يظهر لي ما يدخل المتحف لن يخرج منه بجنحين يعني إذا ما غبطنا العرب في أوروبا حقهم أو في أمريكا ولأنه فعلا يبدو كانوا ناشطين كتير كيف ممكن التأسيس للوبي عربي فاعل في الغرب ودائم دائم الحضور لأن اللوبي الصهيوني دائم الحضور بينما اللوبي العربي مثل الشارع العربي استمثر فجأة كيف ممكن الحفاظ على وطيرته بالارتباط يعني هو متهالي زي ما احنا قلنا الانتفاضة هتفرض أشياء إيجابية يعني رغم الدم والتمن المتفوق فيها من إيجابيتها وتشكيل هذه الهوية العربية وعادة طرحاها عند المهاجرين العرب يعني ما كانش ممكن أمن في بعض الدول زي بريطانيا أو فرنسا نتكلم فعلا عن جالية عربية مؤثرة ده بدأ يحصل دلوقتي يعني بدأوا ينتظموا وبدأوا يتجمعوا وتتشكل هوية يمكن نواتها هي القضية الفلسطينية لكن فيما بعد خلاص بدأ التشكيل الوعي ده بدأ وحتبدا زي كرة التلج يعني بتتكون واحدة بواحدة لغاية ما بتكبر وتبقى مؤثرة المسألة بس عايزة نفف طويل ونرجع تاني إنه واحد اللي هي جماعيات حقوق الإنسان بشكل أساسي أتصور هي اللي هتلعب دور رئيسي في الموضوع بعد تشكيل الهوية دي أيضا العرب الأمريكان يعني إحنا بدأنا نشوف إنهم اتحركوا صحيح مع الانتخابات الأمريكية الأخيرة وكان فيه خطاب أمريكي بيغازل الصوت العربي زي ما بيحصل في فرنسا دلوقتي برضو فيه غازل شوية للصوت العربي رغم النتاج اللي احنا شفناها فدي بداية عملية هتاخد وقت ولازم نستنى إنما هتاخد وقت وتنضب إلى حد ما حتى تبقى مؤثرة وفيش ده نحن نحمل الأمور كمان ونحن بسرعة جديدة هو نحن كمان يعني نفسنا أصير بكتير شيء بدنا كل الأمور بسرعة ويمكن الصهيونية قدرت يعني تفعل فعلها بسبب مخططاتها اللي بتذهب لعشرة وعشرين ومئة عام نحن لازمنا شوية نفسه وأكيد الانتفاضة ساعدت على إعادة تشكيل وعي جديد عند العرب سواء في الداخل أو في الخارج في مثل صيني بيقول أنه الطريق يلي ألف خطوة بيقول لك في مثل يقول بيبدأ بخطوة لكن كمان مثل آخر بيقول متى ما مشيت الخطوة الأولى اعتبر الطريق خلص بس مهم ابتدي بنهاية هذه الجلسة بحب هيك استشف كل واحد بأي مركز مسئولية طمعان أو حاسس حاله ممكن يخده من أقي المركز وشو أول قرار ممكن يعملوا نقدمه عندك ستضاع أنا مش طمعان في مسئولية لا أقول مش طمع يعني لو كان بيدي نعم أنا أقول يعني لقمت بعمل محطة فضائية تخاطب العقل الأوروبي والعقل الأمريكي مش بالعكس دائما نحنا نتخاطب ما بيننا أنت تتكلم و أنا سمعك وهذه تتكلم يعني العربي تتكلم ما بينه أنا محتاجين إلى محطة فضائية تخاطب العقل والفكر الأمريكي إن شاء الله أستاذي أستاذ خيري أنا كاتب والكتابة يعني هي مستوى من المسئولية لا أستطيع يعني ما عنديش فائض من الخيال أن أشوف غيرها يعني اللي بتبنى أنه أمارسها لو كانت صاحب مطبعة هاي مسئولية تسمح لكل الكتب تنطبيع عندك مثلا صاحب مطبعة تبارك كاتب لا لو صاحب مطبعة بسكرها و بفتح مطعم فلافل مثلا لا ما بدناك نوصل لهذا اليأس أكيد لا ما بنفو بورق الجرائب بس بيأكلوا الخبز و بربو جريد يعني لأول واحد يمكن يمكن إذا على أصعيد التصور الفنتازي يعني لو كان مثلا رئيس جمهورية أو لو كان جنرال كبير يعني أنه مثلا بديش أول ينتحر يعني هكتير يشوي يستقيل لا شو بتعمل؟ يستقيل استقيل ها ذكرتنا بسوار الدهب بالشودان سيداتي والله عندي نفس الأمنية وزيرة أعلام وأستقيل أول خرار أستقيل من المنطق بس لها تستقيل لازم تفشلي أول بعدين تستقيل بس ما بتهيأ لي ممكن تفشلي حضرتك والله بتهيأ لي لازم ها طالما خطينا وزارة أعلام من البداية بس احنا شو اللي بضمع بتخاف من يطول اتصير وزيرة أعلام متستقيلش بعدين مو مضمعني على كل عام يعني أكيد الأمور بخير الواحد إذا فشل بيستقيل بس يبدو الأمور العربي في العالم العربي كلها الحمد لله بخير لأنه لحدا لا محد عم يرضى يستقيل أستاذي دعونا نحلم ولو كنت يعني مزئولا ومزئولية أولى حقيقة أنا أفتكر أنه يعني لا يمكن لأمة من العبيدة أن تحرر نفسها فلذلك أنا أفتكر أنه الخطوة الأولى في أي عملية تعتصلاح هو حقيقة إطلاق الحريات وها لم يتحقق هذا فلن تستطيع أبدا أن تصمع شعبا قادر على تحرر نفسه ولا بالإنطلاق للأمور صحيح شكرا لكم شكرا لكم كمان حبيباتي شكرا لما زالوا معنا على ال MBC وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم الأسبوع القادم إذا ما صار شيء بس إن شاء الله بصير شيء شكرا شكرا شكرا